السلام عليكم درس جديد للمفيد في اللغة العربية المستوى الرابع الإملاء في مجال الحياة الثقافية والفنية الهمزة المتوسطة على الياء ألاحظ وأكتشف أتمم من الجدولي كما في المثالي الكلمات حركة الهمزة حركة الحرف قبلها على ما رسمت سئمة حركتها كسر وحركة قبلها فتح وكتبت على الياء مئدانة فهي ساكنة حركة الحرف الذي قبلها كسر كتبت أيضا على الياء السئلة فهي مكسورة وقبلها سكون كتبت على الياء يتكئون حركتها ضم وقبلها كسر وأيضا كتبت على الياء إذا نلاحظ أن في هذه الحالة جميعها كتبت الهمزة المتوسطة على الياء الاستنتاج لرسم الهمزة المتوسطة على الياء نقصد بالهمزة المتوسطة الهمزة التي توجد في وسط الكلمة نلاحظ حركتها وحركة الحرف الذي قبلها ترسم الهمزة المتوسطة على الياء هكذا وهكذا إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها مكسورا أطبق آتي بكلمات تتضمن همزة متوسطة على الياء وفق ما يلي إذا همزة مكسورة مثل تبدئين أفئدة سئمة همزة ما قبلها مكسور مثل ناشئين ثم أتمم جئتم وآمن سئلة متكئين رئة مليئة فهذه كلها كتبت على الياء نركبها في جمال مثل جئتم من الصفر وآمن وأحمد يلعبان سئل الولد عن الطريق رأيت الأطفال متكئين على الحائط رئة الرياضي قوية الحديقة مليئة بالناس شكرا شكرا شكرا